بالنسبة للفاجر طب الأزانان في صلاة الجمعة أزانان في صلاة الجمعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الأزان واحدا فقط وفي خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر وفي بضع سنوات من خلافة عثمان حتى التسعة للمدينة والدولة وصار الناس لا يسمعون الأزان ولم تكن هناك مكبرات صوت ولا ساعات فكانوا يراقبون الشمس فإذا غامت الشمس لا يعرفون متى الموت فلما وجد الناس قد تأخروا فشاور الصحابة ماذا يفعل فقاصوا على أزان الفجر وقالوا فلنجعل أزانا قبل الوقت في الزوراء على بيت الله وفي السوق لينبه الناس حتى يأتوا ثم نجعل الأزان الأصلي اللي هو بين يدي الإمام فلا نقول لا نستطيع أن نقول أن أزان عثمان بدعة رضي الله عنه لكن نقول أن الأولى طالما الفائدة المرجوة منه وهو التنبيه وكذا قد انتهت بوجود السعادة ووسائل الاتصال فنقول الأفضل أن نرجع إلى الأزان الواحد مع عدم تبديعنا للأزانين أزاكم الله خيرا